ورجعنا لكم مرة تانية ونكمل كلامنا معاكم على اي اساس اخترتوا الشخصيات اللي قررتوا انكم تتحولوا معاهم او تكلموهم او تكلموا عنهم يعني احنا وضعنا اتفقنا على مجموعة من المعايير لاختيار الابطال بتوع الكتاب كان اهمها ان هم يكونوا بينتموا لفئات عمرية مختلفة يعني يكون في حد من جيل الكبار حد من جيل البسط حد ايضا من جيل الشباب ده كان المعايير او المعايير التاني ان زوء الافلام اللي تم تقديمه في السينما وزوء السينما عند الكاتب يكون مختلف فبنلاقي ان يعني عندنا المدرسة الكوميدية شوية اللي يمكن فيها افهات فيها فيها كوميديا المدرسة اللي فيها سياسة شوية فيها قضايا تقيلة وافلام تقيلة فكان فيه تنوع على مستوى الفئة العمرية وكمان تنوع على مستوى نوع الافلام اللي بيقدمه كل كاتب عشان نبقى جايبين الكتاب من مدارس مختلفة فكاننا حرسين نقابعنا الأستاذ وحيد حامد والأستاذ بشير الديك باعتبار يعني بيمثله جيل الكبار الدكتور متحة العدل والأستاذ هاني فوزي والدكتور عاطف بشاي معانا كمان يعني الأستاذة وسام سليمان من جيل الشباب عملت أحلى الأوقات وعملت فتاة المصنع فكنا حرسين أن يبقى فيه الوجبة المختلفة إذا كان في الجيل إذا كان في الطبيعة الموضيع طبيعة المحتوى اللي بيقدمها كلمني شوية عن الكاتب الأستاذ بشير الديك وكلمني عن أهم الملامح اللي قدرتوا ترسدوها من خلال كتابك الأستاذ بشير الديك إحنا روحنا بالنائة عادنا تقريبا أطول حوار كان مع الأستاذ بشير هو عنده قدرة على الحكي جميلة واستوعبنا واستوعب فكرة الكتاب كلمنا من بداية خالص من أول قرية الخياطة اللي اتولد فيها كلمنا عن طنط نبوية اللي هي مرات عمه اللي هي أصلا نمت فيه فكرة الحكي وكانت بتحكيله دايما قصص هو صغيرة هي وهو الأطفال في البلد وهي كانت بتحكيله وهي مأثرة فيه حتى الآن كلمنا عن أفلامه طبعا وعن الكواليس عن الشلة بتاعته الأستاذ بشير والأستاذ عاطف الطيب والأستاذ بحمد خان كلمنا عن أحمد زكي وسعاد حسني خالف الكواليس كلمنا عن علاقته بعاد الإمام بعد فيلم الحريف كان حوار طويل جدا أنا شخصين استمتعت بيه استفدت منه وأتمنى أن الكار يستفيد منه واستمتع به أكيد